عقد صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايدا لنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عسى الخليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم قمة ثلاثية في أبوظبي ركزت على العلاقات الأخوية رسخة بين البلدان الثلاثة وسبل تنميتها وتوسيع أفقها بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى تنمية المستدامة والازدهار كما بحث القادة سبل النهوض بمجالة التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعيتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل